طيب كواليس بقى مدار في الزمالك حول مباراة فاركو تعال اقول لكم شوية كواليس مهمة اولا مباراة فاركو كانت مسؤوليتها الفنية كاملة لكابتن اسامة نبيه حيث تولى ادارة الفريق خلال اللقاء رغم وجود اسم البرتغالي فريرة في قائمة المباراة وايضا تواجده على دكة البودلاء كما ان نبيه هو من القى المحاضرة على اللاعبين قبل اللقاء وايضا هو من اعلن التشكيل الرسمي للفريق ثانية المحاضرة التي كانت بين شوطي المباراة القاها اسامة نبيه على اللاعبين ولم يتحدث فريرة مع اللاعبين في اي امور فنية وكان حديثه عبارة عن تحفيز فقط من اجل تعويض الاهداف التي سكنت شباك الفريق في الشوت الاول ثالثا خلال المباراة فريرة لم يتدخل في الامور الفنية الا في امرين فقط الاول هو استفساره من احمد عبد المقصود مدرب الفريق عن سبب تغيير مصطفى الزناري ودخول المدافع الشام محمد طارق بدلا منه حيث قبله عبد المقصود باصابة الزناري بشد في العضلة الخلفية والامر الثاني هو طلبه من الجهاز الفني سرعة تغيير الزناري بعد ان رفض اللاعب الخروج في اول مرة وتجدد اصابته بعدها حيث حذر فريرة من تفاقم الاصابة بعد المباراة قرج الجهاز الفني للزمالك بالكامل مسرعا من الملعب الى غرفة خلع الملابس باستثناء فريرة الذي وقف امام الممر المؤدي الى غرفة الفريق من اجل تحاية اللاعبين ودعمهم نفسيا ومعنويا المدرب البرتغالي رفض تماما حضور المؤتمر الصحف الخاص بالمباراة خصوصا وانه لم يكن المدير الفني خلال اللقاء وهو ما جعل الكابتن اسامة نبيه يحضر المؤتمر ويأكد انه كان المسؤول الاول عن ادارة هذه المباراة بعد نهاية اللقاء كان هناك حديث بين السلاسي اسماعيل يوسف مدير الكرة واسامة نبيه المدرب وامير مرتضى المشرف العام على الكرة بجانب غرفة خلع الملابس في الوقت الذي كان يتحدث فيه فريرة مع اللاعبين حيث اكد البرتغالي ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من الامور وانه يجب اعادة الفريق للمسار الصحيح مرة اخرى سبعا فريرة سيبدأ دوره مع الفريق من السلاسيات سعادة لمباراة شباب برزداد الجزائر يوم الجمعة المقبل في الجولة الاولى بدور المجموعات من بطول الدوري ابطال افريقيا وفي نفس الوقت يتمسك بوجود مساعدين معه في الفترة المقبلة وهما محل الأداء ومدرب بدني اجانب موسيقى